السلام البناتكي ديري لبساليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد أكيد أن الفيديو دياليوم فيديو مهم إن شاء الله فيديو فيه مجموعة من المعلومات وكذلك وصفة قوية إن شاء الله اللي حملت بها متتبعة في القناة وألف مبروك لها بعد طول انتظار يعني 14 سنة من الانتظار وستخدمة هذه الوصفة هذه أجاب الله تيسير إذن ما تفقدوش الأمل حاولوا أنكم ديما تجربوا الوصفات الطبيعية إلا ما عندكم تشي مشكل يعني بطبيعة الحال أن الوصفات الطبيعية ممكن تعالج لكم بعض المشاكل اللي كتكون متعلقة بتأخر الإنجاب مثل تكيوس المبايض مثل خلل الهرمونات وكذلك ممكن أنها تقوي لكم المبايض بشكل طبيعي إن شاء الله بقاي معايا في هذا الفيديو المهم وبطبيعة الحال ديما شجعوا لي الفيديو بواحد اللايك بش يوصل الأكبر عدد من السيدات اللي عندهم هاد المشكل هذا كيتأخر عندهم الحمل والفحوصات كتكون جيدة كذلك الزوج ما كي يعني تشي من شي مشكل ولكن ديما كيبقوا متأخرين في الحمل جيتكم في هذا الفيديو هذا بهاد الوصفة هدي اللي ممكن أنها تفيد مجموعة من الأخوات بطبيعة الحال أن القسط الهندي معروف بأنه كيساعد على الحمل وكيعجل من حدود الحمل بطبيعة الحال غد نعرفوا طريقة الاستخدام الصحيحة وكذلك متى يؤخذ للحمل هناك الكثير من النساء كيعانيوا من مشاكل تأخر الحمل وكيكون هاد الأمر نتيجة عدة أسباب ممكن بعض السيدات يتوجهوا إلى التداوي بالأعشاب الطبيعية وعلى رأسها القسط الهندي إذن هذا القسط الهندي معروف بزاف أنه كيستخدموا السيدات اللي عندهم العقم التانوي أو تأخر الإنجاب نتيجة إحدى الأمراض منها تكيوس المبايد أو خلل الهرمونات بالنسبة كذلك السيدات اللي عندهم خلل في الهرمونات ممكن يستخدموا القسط الهندي ويساعدهم بشكل كبير في تنظيم الهرمونات وفي تحسين عملية التبويض كيعانج كذلك العقم سواء عند المرأة أو عند الرجل وذلك لأنه ينشط التبويض ينظف الرحم بالإضافة إلى أنه يعمل على تقوية الحيوانات المنوية لدى الرجال كيعمل القسط الهندي على تعزيز الخصوبة عند النساء والرجال وبالتالي يعني كيكون هناك حدود أوفر لحدود الحمل الجدير بالذكر أن القسط الهندي يعني تبتات الدراسة الكفاءة ديالو والفعالية ديالو لدى الكثير من النساء اللي قاموا بالتجربة ديالو من أجل التخلص من مشاكل تأخر الإنجاب وبالتالي أدى إلى انتظام الدورة الشهرية يعني هاد المجموعة من السيدات اللي جربوه انتظمت عندهم الدورة ما كانتش عندهم الدورة منتظمة من قبل ورجعت أنها انتظمت وذلك من خلال نقص هورمون الأستروجين اللي كيسهم في مشاكل كبيرة في الدورة الشهرية وبالتالي مشاكل في الحمل هاد السيدات هادو كان عندهم نقص في الأستروجين والأستروجين كيف ما كان عرفو ره مهم بزاف هو اللي كيساعد البويضة باش كتكبر وهو اللي مسؤول عن التبويض والنقص دياله ممكن يسبب خلل في الإبادة إذن بالاستخدام ديال القس الهندي سيدات لاحظوا الفرق الدورة انتظمت عندهم الهورمون ديال الأستروجين ولا بشكل دياله الطبيعي وبالتالي ما بقاش هناك واحد نقص في هذا الهورمون السيدات كذلك اللي تقدموا في العمر وبالتالي كيواجهوا نقص في الخصوبة وكيرغبوا في الحمل في نفس الوقت كيلجؤوا إلى القس الهندي من أجل زيادة نسبة الخصوبة عندهم أيضا كيفما كان عرفوا بأن كل ما تقدمت السيدة في السن كل ما كتنقص عندها الخصوبة يعني كيبقوا عندها البويضات ولكن الجودة ديالهم ما كتكونش جيدة مع سيدة يعني بقى صغيرة في السن بطبيعة الحال ممكن أنك تحافظ على الخصوبة ديالك وخامة متقدمة في السن كيفما قلنا بين قوسين ديما الأكل الصحي ديما ممارسة الرياضة لابتعاد عن كل ما هو غير صحي من دهون من مقليات من يعني واجبات سريعة كل هاد الأمور هادي كتقلل لك الخصوبة وخامتي في سن صغيرة ممكن أن البويضات ديالك ما يكونوش بجودة عالية حاولوا أنكم تحافظوا على الخصوبة ديالكم حتى بعد سن الأربعين يعني حاولوا أنكم تحافظوا على هذه الخصوبة هذه بالأشياء الصحية إذا كانت كذلك المرأة كتعاني من تكيوس في المبايض أو ما كتستطعش الحصول على بويضة جيدة من أجل الحمل أو حتى من أجل الحق المجهري فكتستطع أن تتناول كمية مناسبة من القسط الهندي من أجل الحصول على بويضة صالحة للإخصاب وبالتالي الحصول على الحمل حتى وإن كابت المرأة كتعاني من مشاكل في الرحم تستطيع أيضا أن تتخلص منها من خلال استخدام القسط الهندي وهنا من بعد ما عرفتي شنوك يعالج لك القسط الهندي وهذا النبتة المعجزة هنا ضروري خاصك تعرفي كيفية الاستخدام الصحيحة باش ينجح معك إن شاء الله ويحدث معك الحمل بسرعة كيفما نجح مع مجموعة من السيدات اللي كانوا فاقدين الأمل وبطبيعة الحال ديما ما تفاقدينش الأمل ديما ديري بالأسباب ديري النية ديالك وإن شاء الله ربي ما غدا يخيب تشي وحدة فيكم فقط عليك بالصبر عليك كذلك بالدعاء والاستغفار كتروا من الدعاء في هاد الأيام المباركة وإن شاء الله ربي غدا يجيب لكم الرزق ديالكم اللي هو الدرية الصالحة في القريب وفي الوقت المناسب وبطبيعة الحال اللي أعجبكم هاد المحتوى للفيديو ما تنسونيش ديما من لايكات ديالكم وصلوا لي الفيديو الأكبر عدد من لايكات باش إن شاء الله تساهموا في الوصول دياله لجميع السيدات المحرومات إن شاء الله كيفما كان عرفوا بأنه الجدير بالذكر أن المرأة التي تعاني من مشاكل في الحمل تستطيع أن تتناول القسط الهندي يوميا وحتى في فترة التبويد يعني هذا استثناء مشيقع الأعشاب ممكن تشربها في أيام الإبادة ولكن هاد القسط الهندي ممكن أنك تناوله تفترة التبويد ركزوا معايا مزيان وغاد يتعرفوا شنو كيفاش تستخدموه باش ينجح معكم ويحلكم مجموعة من المشاكل المتعددة اللي كتسبب لكم تأخر الإنجاب بطبيعة الحال أنه ضروري أن كل مشكلة وعندها الحل ديالها يعني إلا كان عندك تاكيوس المبايض غايكو العلاج مختلف إلا كانت عندك خلال في الدورة غادي يكون كذلك العلاج والأوقات مختلفة داك شي باش كان بغي ديما نقول لكم تصنتوا الفيديو مزيان حاولوا أنكم يعني تصبروا تصنتوا الدقائق من الفيديو لأنها فعلا مهمة بزف وغادي تنفعكم في الحصول على الدرية إلا كانت السيدة كتبغي تنظم الدورة ديالها الشهرية إلا كانت كتعاني من قطاع في الدورة الشهرية أو نقص في كمية الدورة الشهرية أو كتعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية فتستطيع استخدام القسط الهندي يوميا على الريق مع عسل أبيض لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى تحصلين على نتيجة جيدة وتتخلصين تماما من مشاكل عدم انتظام الدورة الشهرية والتي تؤدي إلى مشاكل في الحمل لأن الدورة الشهرية كتأثر لك على الحمل إديانك إذن كل حاجة ولها الأوقات المناسبة يعني خاصك ضروري تنتبهي معي وتعرفي شنو هو المشكل اللي عندك باش هكا تخدي هاد العشبة هدي وبالفعل غادي تساهم في أنها تحلك هاد المشاكل إلا كان عندك مشكل في العقم يعني تأخر الإنجاب العقم لدى النساء ينتج من ضعف الخصوبة أو ضعف التبويض وبالتالي نحن نرغب في رفع نسبة التبويض وكفاءة البويضات لكتنتجها السيدة وهنا نؤكد على أن استخدام القسط الهندي من أجل الحمل من أجل رفع نسبة التبويض يكون منذ اليوم الثاني من الدورة الشهرية وحتى اليوم الخامس عشر أو السادس عشر من تاريخ أول يوم للدورة الشهرية يمكن أنك تكرر هذه العملية لمدة ثلاثة أشهر حتى تحصلين على الحمل نتمنى أن الفيديو يكون واضح إن شاء الله وما يجيونيش مجموعة من تعاليق لأن بزاف ديال السيدات كيكتبوا لي في تعاليق ما كيكونواش تصنطوا الفيديو مزيان وبالتالي قعل الأجوبة رحكينا في الفيديو حاولوا أنكم فقط تسمعوا للفيديو مزيان وهذه تمكنوا أنكم تحصلوا على الإجابة بطبيعة الحال إذا كانت السيدة عندها مشاكل في الرحم وأهم مشكلة من مشاكل الرحم هو عدم القدرة على تنظيف نفسه يعني كان السيدات اللي كيبقوا عندهم واحد مجموعة من الأوساخ عالقة في جدار الرحم وبالتالي إن أردت استخدام القسط الهندي من أجل التخلص من مشاكل الرحم فيجب أن يتم تناوله في أثناء وجود الدوراء الشهرية من أجل سرعة تنظيفه حتى يكون قادرا على استقبال البويضة الملقحة من أجل إتمام الحمل بطبيعة الحال يعني كيكون من اليوم الأول إلى اليوم الحادي عشر وحتى اليوم الخامس عشر من أول يوم للدوراء الشهرية بغية تنظيف الرحم ممكن أنك تخذه مطحون باش تضيفه للعسل الطبيعي والمياه يعني اللي كيكون مغلة الماء يكون مغلة وغادي تضيف له ملعقة من هاد القسط الهندي وغادي تحله بالعسل وغادي تناوله بالوصفة اللي ذكرت لك في الفيديو طبيعة الحال يعني السيدات اللي كيعاني ومن ارتفاع الضغط أو انخفاض الضغط أو السكر أو أي أمراض تتعلق بالقلب أو وظائف الرئة ما يستخدموش القسط الهندي باش هكا ما يتعارضش لاستخدام دياله مع الأدوية اللي كي تناولوها بطبيعة الحال باش يكون يعني واحد العلاج اللي هو جيد وما يتعارض لكش مع هاد الأمراض السيدات اللي مك يعاني وتاشي من شي مشكل يحاولوا أنهم ياخدوه ويجربوه لأنه فعلا استطاع تحقيق حلم الأمومة المجموعة من السيدات كان هذا هو الفيديو دياله نتمنىينا الإعجاب ديالك إلى عجبكم بطبيعة الحال ديما الدعموا لي الفيديو باللايكات ديالكم شكرا لكم على المتابعة وكندرب لكم موعد في الفيديو الجاي وبطبيعة الحال اذا عندكم أي استفسار على أي موضوع أو أي سؤال خلوا لي فتعاليق أسفل الفيديو كنبغيكم بزاف وكندرب لكم موعد في الفيديو الجاي إلى اللقاء شكرا